كيف حالكم يا جماعة كنت من فترة اتكلم مع واحد معرفة للعيلة اكبر مني يعني راجل محترم جدا بحبه قوي وكان بيقول لي ازاي ان العربيات الياباني بالنسبة لهو كجيل كانت عربية ايه ده كوخ ايه الارب ده يا اوروبي يا امريكاني يا مفيش وبالنسبة لي انا لما برضو كنت بكبر واتفرج على العربيات الياباني كان خلاص موجود وبقوة وكان عندك السيفيك كان عندك المازدا الارك سابن كان بالنسبة لي حلم العربية دي بحبها جدا فيها الموتور الروتوري وانك المشهور يعني خلاص كانت هوندا ومازدا وثيوتا كلهم عربية ونيسان كل المركات دي كانت موجودة وكانت موجودة بقوة خلاص استابلشت اليابان كانت خلاص وصلت متنسوش تستفيدوا من كواد التخفيض بتاعتي مع نون ام كار ماجد عشرة ماجد خمسين نون عشرين نون واحد وعشرين نون اتنين وعشرين نون دايما عندهم تخفيضات على حاجات كتير قوي وبكواد التخفيض دي كمان ممكن التخفيضات بتاعتكم تبقى كبيرة جدا ما تنسوش تستخدموها وصلت ومش بس كده ردت الكرامة اليابانية انها كانت عندها مصانع للتجميع في امريكا زي كل الهوندا اكوردز اللي بيجلنا معمولين في امريكا واعتقد كمان السيار بي السيفيك عملت كزا واحدة امريكاني بيور يعني فاليابان خلاص بقت استابلشت لما انا كبرت الكوري هو اللي كان كخة يعني لو بصيت على ايه ده يونداي ايه 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 نوبيرا دي مسلا حكا وقتها هكت العربية دي لها شكلها غريب قوي وملا مش عجباني وملا لها وحشة وكخة النهاردة الياباني والكوري بقوا مركات كويسة واستابلشت على انهم اقوية جدا واتقانوا الحرفة وما بيبصوش دلوقتي على كم بيبصوا على النوعية يعني زمان حتى اليابان اول ما تلعت كانت بتقلد الاوروبي واضحة جدا والكوري اول ما تلعت كان بيبص على الياباني الاتنين دلوقتي بيبصوا على الاوروبي الحقيقة يعني او حتى مش شرط يكونوا بيبصوا عليهم بالعكس دول بقوا مرواد كمان في التصميمات بصوا على الحاجات الجديدة اللي طالع من هيونداي مثلا العيونيك سيريز بصوا على الكيال اي في بصوا على ستينجر بصوا طبعا على اليابان بتطلع حاجات طول عمرها راهيبة بصوا على الميراي اللي هي الهيدروجين فيويل سيل بصوا مؤخرا اتجاه التيوتا الكامري الجديدة اللي لسه اعلنوا عنها بصوا الكورولا الجيار الجازو ريسنج ونفس الحكاية على الياريس الجازو ريسنج لا بيتقدر يعني خلاص بقوا هم كمان مش مضطرين يقلدوا من الاخر بقوا هم كمان بيبدعوا عندهم النطج الكافي وا 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 الصين بقى وضعها مختلف شوية طيب احنا النهاردة كتير اوي من الناس لما تبص على العربيات الصيني انا عاد في عربيات الصيني بالمناسبة سوف ترى الريفيو بكرة ايولوس A30 باريكو الكراسي لان الكورسي ده احمر اكتر واللي وارا مقلوب من دونج فانج اللي اسمها اصلا فانج شان في الصين بس هم قرروا ادلها اسم يعني مستورد ايولوس A30 عشان تبقي مبلوع اكتر برا في السوق الخارجي الصيني الحكاية مختلفة شوية لان السوق الصيني المحلي نفسه ممكن كان يكافي كل المصنعين الاربع كبار يكافيهم وفعلا هو عملوا فلوس كتيرة جدا لانه الاسواق بتاعتهم كبيرة جدا لدرجة انهم عندهم القوة انهم يشتروا شركات الكبيرة من ضمنها جيلي وعن الفكرة هي ما اسمها جيلي هو العالم كله بيقول عليها جيلي بس احنا انا بالمصر نقول عليها جيلي جيلي مس شوفوا شارين ايه و ايه و ايه شوفوا كل الشركات دي بتشتري قد ايه شوفوا سايك مثلا كلهم كل الاربع كبار دول كبار جدا ولكن طريقة غزوهم للعالم بكم اكتر من النوع يعني بتشوفوا مثلا قدي لكم المثل بتاع شاري عندهم اللاين بتاع التيجو فقال لك ايه طب احنا عايزين نجود عايزين نعمل بقى الفلاكشب فقال لك هنعمل منها التيجو البرولاين وفعلا البرولاين بتاعتهم فرقة عربياتهم كويسة وكله ولكن ممكن برضو تلوم العربيات الصيني كلها لانها شبه بعض وما فيهاش هوية خاصة بينقله بزيادة ومنشوف حتة متاخدة بصوا على دونك ثانج الفورثينج التي فايف الايبو يعني العلامة نفسها بتاع الاسد تشبه لامبورجيني وفيها بقى حاجات كتير اودي المشكلة انهم عندهم تخبط انهم يلاقوا الهوية كتير من اللي بيشتروا عربيات وبيدوروا على الهوية بطريقة كده ايه ضمنية من غير ما هو يبحسس به يقولك اه بص بولكس ماجد ميرسيدس بيم دابليو اودي كل دول لهم هوية واضحة جدا وليهم البرستيج جزء من البرستيج جاي من تواجد الهوية القديم لكن في المصنعين الصيني لانه مش ملاحقين كل يوم حتطلع لك خمس ست موديلات وبوكرا البرو والبلس ومش عارف ايه ويطلع لك مركة كمان عشان يديلها اسم اوروبي او اسم سهل انه يتبلع للغرب ف ممكن تلاقي عربيات بيدوا التصميم بتاعها بالكامل لشركات كبيرة وهم عندهم فلوس عندهم فلوس كتير جدا يعني بصوا على الجاك ادوها لمصممين طلعين وفعلا طلعوا الجاك جاي سابن شكلها حلو جزاب وتلفت الانتباه يعني وانا ماشي بيها ال ست سبعة ايام سواء ادول اللي انا كنت بجرر فيها العربية لا الناس بتبص يا شكلها جزابة فهم لو يحبوا يعملوا عربيات جزابة يقدروا يعملوا عربيات جزابة جدا لان عندهم فلوس ولكن المشكلة برضو تيجي منين برضو متلاقيش المحافظة على الهوية مؤخرا مؤخرا بقى عندهم حتة النوتج دي مؤخرا يعني بقى عندهم برضو بيهتموا قوي بالانتيرير مؤخرا بقى حاجة في حتة تانية خالص برضو بصوا على العربية دي موريحة جدا كراسي واو بصوا على التيجوز البلاس البروز بصوا على الشانجانز البلاس نفس الحكاية بيطلعوا عربيات حلوة بصوا على بايك ولكن طبعا منظومة الاداء هي بقى يعني يعني اللي بيكرر منها كتير ومش هتلاقي البرفورمانس ومش عارب ايه فدي واحدة من الحاجات اللي اللي بتخلينا نقول لا العربيات الصينية ماش عجباني لكن يعني يمكن عشان هم ايه مش ملحقين وبيطلعوا كل يوم مركات كتير عربي ولكن مع العربيات الكهرباء والتطور الى الكهرباء وان هم ينسوا الاحتراق الدخلي هم مش مهتمين اصلا بالاحتراق الدخلي يعني لما تشوف كل مواترهم 1500 التيربو كلهم اه ممكن لايه 1600 لكن هم كلهم نفس المواتير اداءهم زي بعض ومع العلم هم دلوقتي كمان بقى شاطرين ان هم بياخدوا بقى البوش سيستمز بياخدوا احدث الحاجات هو مفيش مصنع بالمناسبة بيعمل كل حاجة اهو انت بتشتري من بوش بتشتري نقل حركة من جاتراج بتشتري التيربو حتى ممكن يكون من شركة تانية اواخد ليسنس ان انت تصنع التيربو هم مش مهتمين او بالاحتراق الدخلي هم مهتمين اكتر بالعربيات الكهرباء ده المستقبل وهم خلاص اثبتوا نفسهم بصوا على نية وهم بقى في اتجاه الكهرباء اشتر او من الغرب وحياخذوه برضو بالكم مش النوع عندهم حاجات بس قليلة يعني بتالي ده اللي بيخلينا ايه نحس ان العربيات الصيني لسه منها فيش هواية ومركبش عربية صيني اركب عربية صيني طب ما انا كل الجادجت اللي حضراتك بتستخدموها معمولة في الصين ان كان سامسونج ان كان ابل ايفون ان كان اي حاجة اي جادجت اي جهاز انت بتستخدمه في الغالب معمولة في الصين عندهم المقدرة انهم يطلعوا احسن انتاج وعندهم المقدرة برضو انهم يطلعوا لك فارز تاني وثالث المهم الصين قادمة وللي حاسس ان الصين ما اتطورتش في اخر سنتين او ثلاثة يبقى مش مركز مشكلة انهم لسه بيتخبطوا في المركات كتيرة ما بقاش ليها هوية ثابتة ودي مشكلة وشفناها برضو في هونداي انا شفتها في هونداي وبعدين شفت التطور ازاي بقوم بيحافظوا دايما على الهوية ابتديت اشوفها في الصيني في الحاجات اللي لم يقول لك يجيب لك البلاسز او البروزا اللي هو بيبقى بيحاول يحافظ على الهوية ودي كلها خطوات في النظر فضلهم ان هما يعملوا عربيات في قيادتها تقدر تنافس مع الغرب ان يبقى ليها طابع وشخصية اقوى كمان في القيادة مش بس انها عربية بتعمل عليها كلمتين كنت عايز اوضحه لكم لانه لما عدت مع الراجل صديقنا ده حسيت فعلا ازاي احنا بس عشان الفرق الاجيال هو وجهة نظره برضو الياباني بالنسبة لي وانا كنت لا لا ماينفعش وانا بالنسبة لي كوري وانحنا دلوقتي جيل ده اللي بيطلع يبوس ويقول لك لا الصيني نفس السايكل بتتكرر بس هما مركزين اكتر على الكم واقل للنوع لكن انا شايف ان هما برضو هيكتسحوا ومفيش مفر بالزاد بالكهرباء العربيات كلها هتتساوى والعربيات الكهرباء كلها اصلا في سواقتها من الاخر يعني يسيبكم التصارع اصلا التصارع ده ايه اللي بييلوا عليه وان تريك بوني جعلت كده ايه واللي جمبك رجع وبطمك قلبته عادي ما هيها تقلب لان بتتعب فعلا العربيات الكهرباء مزخة في سواقتها لغاية النهاردة لان وزناها كلها تقيل أجب هالكو بقى شمال يمين في الملف هتحس ان انت سايق بقر و حاجة تقيلة جداً ما بتتحركش معاك تاسلا ومش تاسلا كلهم متواجد فيه طبعاً performance vehicles ويمكن بورشا بقى دول اللي هم عندهم الطاصة صح يعني أو ريمك بالأصح يمكن دول اللي هم هيعملوا طفرة لان بورشا و VW شارق اشتروا جزء كبير من ريمك بس كلمتين كنت عايزة قولهم عن العربيات بالنسبة للسوق المصري طبعاً انا متخالق كيها السبورتنش هتكسر واحد وثلاثة واحد واربعة واحد ونص مليون بس انا بيع الكيو VW في البيت اتقاعد يا شكلها كده تجيب بقى طبعاً انتم شايفين الاسعار عمالها بتزيد و اللي عنده عربية النهاردة يحافظ عليها يحافظ عليها واللي بيقولي انا عايزة بيع وغير بيع وغير انت حر لكن اللي عنده عربية يحافظ عليها وتطب عليها ويتأكد ان كل حاجة تمام لانه بقت الحكاية غالية هل في انفراغة قادمة يمكن لكن يمكن يعني نعدي اغسطس ونشوف اللي يحصل لكن الاسعار طبعاً الجننة فبقى كمان الصيني عامل اهم في السوق بتاعنا لانه مازال مقارنة بالاوروبي او الكوري او الياباني تسعيره لسه احسن بس كلمتين حبيت اقولهم لو عجبكم او ما عجبكم مش الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب برضو يلا سلام مفاجأة حلوة لحبائبنا في السعودية والامارات كود الخصم بتاعي ام كار وماجد عشرة بقى شغال على السايت بتاع نون السعودية والسايت بتاع نون بتاع الامارات متنسوش تستفيدوا من كواد التخفيض بتاعتي مع نون ام كار ماجد عشرة ماجد خمسين نون عشرين نون واحد وعشرين نون اتنين وعشرين نون دايماً عندهم تخفيضات على حاجات كتير قوي وبكواد التخفيض دي كمان ممكن التخفيضات بتاعتكم تبقى كبيرة جداً متنسوش تستخدموها